سيل فل عليكم تحياتي لكم من قناتي قناتنا المين الماجد يارب بتكونوا بألف خير وسحة وسعادة وتكون دايما وصفة اللي بقدمها لكم بتنال على عجبكم ورضاكم واهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ عملنا اللحمة في البطرمان تعالوا نعمل الفراخ في العلبة حاجة جميلة جدا جدا أقوى أقوى وصفة فراخ مشوية ممكن تعملوها فراخ جميلة جدا جمدة قوي لا هي محروقة ولا مستوية وجوسي كده ولذيذة بحشوة خرافية وعايز أوريكم التدبيلة ملهاش حل ملهاش وصف ريحة التدبيلة نفسها ملهاش حل خالص أتمنى تجربوا الوصفة دي وتقولولي بالذات الوصفة دي تجربوها وتقولولي قد ايه الوصفة كانت حلوة معاكم وتجربوا التدبيق الحشوة اللي انا عاملاها من جوة دي في الفراخ تحفى بجد بجد من أحلى وصفات الفراخ لو انتوا بزهقتوا من الفراخ المشوية العادية أو كده دي هتعجبكم جدا بس لو لسه ما شركتوش في القناة أتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو بلون الأحمر تفعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني وبتنتسب في القناة دي بقى الحاجات اللي احنا هنستخدمها شايفين مكونات كتير بس الحاجات دي هتطلع من الموضوع ده عظمة كبيرة جدا تعالوا هنشوف أول حاجة دي المكونات هنعمل الأول التدبيلة بعد كده هنعمل الحشوة بعد كده هوريكم موضوع العلبة الموضوع الكبير ده وزي الفرخة هتتحط جوه العلبة وتبقى معانا أحلى فرخة مشوية طبعا المكونات دي كلها هنحتاج طبعا الخلاط فيها بس أول حاجة هنجهز الحاجات اللي هي مش جهزة زي مثلا أنا أقطع البصل أنا محتاجة هنا بصل أحب دايما في تدبيلات الفراخ أخذ البصل الأحمر ليه؟ بيبقى طعمه حلو قوي جدا أحب برضو أخذ بقدونس وشبط فلفل حامي طبعا الكميات بتبقى على حسب الحجم يعني أنت مثلا عاملين فرخة واحدة أوكي يبقى دي الحاجات اللي أنا عاملها دي على قد فرخة لكن إنتوا لو عاملين مثلا فرختين ثلاثة يبقى تكتروا بقى تضعفوا كمية بصلتين ثلاثة فلفل مثلا ربطة شبط وبقدونس أربع طماطمات على حسب كمية الفرخة اللي أنتوا عاملينها وهتقطعوا طماطم بالشكل دا كأنكم بتقطعوا صلاطة عادية وتحطوا كمان فلفل أحمر كمان لو عندكم جذر مخزنين وما فيش مشكلة تدخلوا كل الحاجات دي جوة الخلاط وتضربوهم عايز أقول لكم وتحطوا طبعا معلقتين من الزيت وقلت لكم قبل كده الزيت مهم جدا في تدبيلة الفرح كمان أحط معلقة من الهريسة معلقة من السكر معلقة كبيرة من السكر عشان تدوي بالأنسجة معلقة صغيرة بقى من بوهرات الفراخ والشطة وعندي معلقة صغيرة من الكاريو برضو معلقة صغيرة من توم بودر وبصل بودر وعندي معلقة من العسل الإسويت معلقة صغيرة من العسل الإسويت هتفرق جدا هنا بقى الحاجة الجديدة الرمان ممكن يكون مش الموسم بتاعه بس أنا مخزناه فبالتالي حبيت إن أنا أستخدمه البديل ليه هو الخل وزي ما إنتوا شايفين حطيت كمان أربع أو خمس صصص من التوم ممكن تستغنوا عن الرمان وتحطوا معلقتين من الخل بس التوم حلو جدا في تدبيلة الفراخ هيجبكم جدا الخطوة دي هي الأساس هنقسم التدبيلة 2 نص هنحطه على جنب ونصه هنتدبل بيه النص اللي هنحطه على جنب ده تخلي بالكم منه عشان هنعمل به حاجة عظيمة جدا هجيب الفرخة بتاعتي اللي أنا هشويها طبعا زي ما إنتوا شايفين كده وهبتدي إن أنا أتبل الفرخة أول حاجة أنا بحب إن أنا أعمل مسافة كده أحط التدبيلة ما بين الجلد واللحم ودي حاجة بتخلي الفراخ جميلة جدا جدا وتخليها طرية حتة تدبيلة الفراخ إن إحنا لازم نسيب الفرخة يوم في التلاجة يعني الموضوع مش بنحنا نسيب الفرخة قد إيه الفكرة قوة التدبيلة نفسها التدبيلة ما بتكون قوية مش محتاجين إن إحنا نسيبها أكتر من ساعتين يعني ساعتين أنا بنسبها لوقت كفاية جدا لإني أنا يعني من الناس اللي هي بتشوف إن الأطعمة زي الفراخ واللحم والحاجات دي لما بتسيب كتير في التلاجة ده شيء مش كويس لإنها بيبقى فيها مثلا بكتيريا وحاجات زي كده الأفضل إن إحنا نسرع في عملية التسويق هنيجي طبعا نسيبتها لمدة ساعتين وجوه التلاج أقعد سيب الحاجات دي بورا التلاج علشان الحاجات دي من السهل جدا تفسد وخصوصا في حصل الصيف هجيب بقى حلة وحط عليها زي ما إنتوا شايفين بصلاي أنا مقطعها كده مع معلقتين زيت داروا تستخدموا سامنة أو زيت على حسب أنتوا تحبوا أنا بشوف دايما إن الزيت حلو جدا في الطبخ الحشوات يعني بيبقى لما يكون في رز بحس إن الزيت ده بيخلي حاجة مفلفلة وحلوة استخدمت الخضار اللي عندي في التلاجة استخدمت جزر استخدمت فلفل أخضر ممكن أستخدم مثلا بسلة لو عندي فصولية يعني بصوا الحاجات دي اللي عندي جوه الفريزر رشة ملح بفلفل صغيرة جدا الخضار ما خليهوش يتلون يعني ما خليهوش يبقى لونه يغمق لأ شايفين الخضار فاتح أنا عايزة لأخر الوصفة كده فاتح ما دهوش أو ما بضغطش عليه في التسويق استخدمت الحمص جربوا الحمص في حشوة الفراخ رائع 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 طبعا الحمص ده أنا نقعه من بالليل الأول غسلته نقيته وغسلته بعدين نقعته لحد الصبح وبعد كده اديته نص غلوة شفته نص غلوة على البتجاز عشان ما يبقاش ناشف معي أنزل نص العظم اللي احنا عملناها قبل كده دي نص التدبيلة اللي احنا عملناها احنا النص حطناه في الفرخة والنص التاني حطناه جوه الخضار يبقى احنا كده أسمنا التدبيلة اتنين نص هنحطها من جوه الفرخة والنص التاني من بره الفرخة زي ما انتو شايفين كده وابتدي ان انا زود ميا واسيب الخطوة الحلوة دي او الخضار الجميل ده يدي غلوة كده صغير عشان بعد كده هننزل طبعا الحاجة اللي هنحشي بيها زي ما قلتلكم هنسيبه يغلي شوية صغيرين اول ما يغلي كده وحس ان هو ابتدأ ان هو يتسبك او يدخل في مرحلة التسبيك هابتدي ان انا اضيف الرز بتاعي ارت caused by собственه يوجد للغاية حتى تكون شوية vuelta 有 people who cost anyone's come turn on قد تقدم بوحدcychك تصGHT 아니�وا ممكن تشيل الرزة تستكفوا بالفراخ والحمص والخضار يعني مش لازم الرز بس لو انتو مش بتعملوا ضايت او بتحبوا تعملوا حشوات فيها رز ممكن تضيفوا الرز طبعا الرز بره ايضا تضيفوا رز عادي رز ب tit بسمتي يمكن تضيفوا الفريك او ر 추천ه فريك مكانوا عادى جدا يعني الوصفه تقبل حاجات كثير هنجيد دلوقت الفرخة العظيمة بتاعتنا ونشوف الحشوة شايفين شكل الحشوة خرافي التدبيلة بقى اتبلت وزي الفل هنفتح الفرخة بتاعتنا هنحشيها كل الحشوة الحلوة اللي احنا عاملينها كده ونديرا محد بيكون بيحشي الفراخ البيضة بحشوة زي كده بس جربوها يعني بجد حلو قوي الحشوة دي على فكرة تنفع للفراخ تنفع للبط بتبقى روعة روعة كمان ممكن تعملوها لوحدها من غير اي حاجة كرز بخالطة كده يعني تقدموه مثلا مع الديك الرومي مع اللحمة مع الفرخ العادية البلدي يعني حشوة دي مش هتضر خالص هنجيب دلوقتي الخيط وهنبتدي ان احنا نقفل على الفرخة ما يبقاش فيها اي حاجة شايفين الفرخة بتاعتنا تدبيل وحشوة هتجيب علبة من علبة السمنة ما تقلقوش مافيش اي مشكلة ده نحنا حطين كس حراري الكيس الحراري تبريه عازل عن اي حاجة هتحسن وهجيب الكيس الحراري احط فيه معلقة من الزيت علشان خاطر ابتدي اني انا ادهن بس الكيس كده عشان الفرخة تلون من جوه يعني تبقاش بس الفرخة تبقى مثلا مش ملونة لا هنلونها كده شوية وهندخل الفرخة بتاعتنا وهنبتدي ان احنا نغطي بطبق ونبتدي ان احنا نقفل الكيس الحراري بالسوستة اللي بتيجي معاه او بالحاجة اللي بتيجي معاه كده ونبتدي بعد كده نحطها نحن نجيب فويل ونغطي من فوق كأننا عملنا فرن كهرباء بالشكل اللي انتوا شايفين وكده قوة بدخلها على الفرن اي فرن بقى فرن كهرباء فرن عادية بسيبها ممكن كمان حطها في شواية انا حطها في شواية عمثلا يعني بس انا حبيت اغير فكرة الفحم وريحة الفحم وكده لحاجة تاني تقدروا تشوفوا بنفسكم قد اي الفرخة تبقى جميلة هنفك طبعا الطبق والسوستة الكيس دي وبعد كده هنبتدي ان احنا ننزل الفرخة الفرخة طبعا عشان دهنينها زيت ودهنين الكيس زيت فلونت طبعا زي ما انتوا شايفين اول هينزل معانا بقى البهريز والصوص الجامد بتاع الفرخة الفرخة لونها دهب شايفين مش محروقة ما فيهاش ريحة لسوعة الفحم دي ناس ما تحب وطرية اهم حاجة ان الفرخة دي طرية جدا جدا اتمنى بقى الوصفة تكون عجبتكم وتنال على عجبكم ورضاكم لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه لكم وشكرا من كل قلبي لناس اللي بتدعمني بانتسابها في قناتي وبتشجعني بكومنتاتها الحلوة اللي بستناها وبفرح بيها جدا جدا جربوا الفراخة الوحشية في العلبة تحياتي لكم بألفها نوشفها واشوفكم دايما يا رب على خير قريب ترجمة نانسي قنقر